وارجع عندكم مرة تانية في فقرة مهمة جداً لجماهيرنا العزيزة علينا فقرة دي علاء لما احنا قلنا لك دي فقرة حق الجماهير الجماهير بتسأل وانت بتجاوب السؤال انت مش عاوز تجاوب وقول بش عاوز تجاوب ليه وفي نفس الوقت لو انت جاوبت سؤال وما عجبنيش أنا كمقدم برنامج هعندولك بصيرة تانية عشان تجاوب ماشي جاهز؟ جاهز كابتن علاء تعلمت حضرتك ايه في النادي الاهلي؟ تربيت على ايه؟ ده سؤال جميل جميل طبعاً تربيت على كل حاجة حلوة تربيت على حب الناس حب النادي احترامك للاكبر منك ودي اهم حاجة احترامك لكابتك اذا تحب المكان اللي انت فيه اذا تحب انك دايما لازم تكسب ما تهزمش ازاي تبقى قوي ازاي تبقى في المواقف الصعبة والضغطات تبقى فعلاً راجل معنى كلمة وقف على رجليك تبقى قوي جداً النادي الاهلي تربيت فيه كل حاجة حلوة ازاي تبقى احترام مع الناس ازاي حتة تحب دايماً تحب زميلك تحب زميلك حب الزادة ما تفكرش في نفسك دايما تفكر في حاجة واحدة بس تفكر في فريقك اتفاضل انا شايف لما الجمهور اتكلم عليك الناس اللي شاهدت علاء ميهوب والناس اللي الان بتسألك انا حاسس كده انك في حالة حزن اه مش حزن او عاوز يعني سوري في تعاوني عاوز تبقي لا 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 ايه مش حزن بترجعك لسنين حلوة في النادي الاهلي اه فانا برجع بالزغرم مع النادي الاهلي اللي بعدو كابتن علاء كنت عايز اعرف بس موضوع التشيرتي بينك وبين الخطيب دي جديدة دي أنا دي جديدة ده كان آخر سنة كنت عمدو الخطيب وكان قرر ان يعتزل وكان اتكلم معي على اساس يعني ااخد المرة عشرة منه بعد ما اعتزل الموضوع ده كان اتفاق بينه وبينه بفترة كبيرة جدا قبل ما تش اعتزله لش وليد صلاح دي لا الفترة دي انا كنت مغرم او مجموم بالعب بسمه مشيل بلاتيني ايه طبعا كنت احب الرقم ده جدا وهو كان عارف انا بحبك فهو كابتن خطيب كان وجهة نظر وعايز الرقم موجود في الملعب مع حد دي موجود في الملعب انا الحمد لله عطول موجود في الملعب عطول بلعب ما ببعدش عن الملعب فاتفق معي على طولة اه طبعا كنت فرحان جدا واتفقنا انا عاوز يدبسك لا لا فأنا ان هو في المباراة وحصل واحد المباراة فعلا وفي الملعب انا قبل المخرج ان انا كنت في منتخب مصر الغريب اللي حاجة الحلوة موقف كومي ده على فكرة انا كنا في معسكر منتخب مصر وكابتن خطيبة يكرمني هديني فاني انا كمعسكر في الملعب وكابتن جوهري مش عايز يخرجني من المعسكر بقول له كابتن جوهري انا عايز اخرج الكابتن المفروض انا في ماتش النهاردة وهاخد التشيرت من كابتن خطيب في الملعب لا ما فيش خروج من المعسكر ممكن يحصى حاجة ممكن تعورتول له كابتن جوهري كان حريص جدا جدا وبعدين طب قال لي لا مش مشكلة يبعتولك التشيرت طيب ما ينفعش اتفاق انا بقى في الملعب السلام على الكابتن عشان هخرج انا بسرعة وهلبس التشيرت في الملعب وخلاص وفعلا رحت كابتن كنت لابس على فكرة بالمناسبة كنت لابس على فكرة بالمناسبة كنت لابس على رقم سابعة والله بس هي جات صدفة على فكرة والله انا اي حد بيدي شرقة سابعة بقيت العملية مماروح تبقى مباراة بزرعة عشر دقايق وخرجت كابتن خطيب في الملعب جاب التشيرت عشرة والبست عشرة وخرجت لكن اللي نزل المكان كابتن خطيب هو وريد صلاحة دي اللي بعده دي انت وكنت محزوز بالنسبة للزمالك يا ترى إيه سر في كده سأل ده حلو آه قوي قوي لأنت فعلا على ماتشات الزمالك انا جايب أربعة جايب أربعة كويس ايه كنت في حاجة انا بحبها كنت بحب بالأماتشات الزمالك زي اهه والله كنت مصاف كنت بحب ماتشات الزمالك في ناس كانت تقلع وتخاف في ناس كانوا بتصفر بتصفر أو تخاف وتهرب انا كنت بحب ماتشات الزمالك لأن هلعب بالفريق عايز يكسب وأهل وزمالك ده ناس كلها بتشوفك فأنا رايح المباراة مبسوط أحرصت أربع أهداف كنا أول هدف حطيتك اللي عم تولي بالكورنا والهد حطيتك بص انت باصم على أهداف لا يا الله أنتوا لعبة تساعد أي حال حيات ربنا يعني أنت كنت بتحب تلعب قدام الزمالك يا حقيقة كنت موفق قدامه على فكرة لأن آخر هدف أنا جايه في الزمالك سال 89 أخدنا به دور عام دور عام مين كان عملك الهدف ده ده كان عبد الجليل عبد الجليل كان مسترفا يتصور مدرب اللي بعده كابتن علاء مين أكتر واحد كان فرحان أن أنت سبت النادي لأهليه إيه ده كان في حد فرحان أنك سبت النادي لأهليه أو ما عرفش سبت ما اسألها لا 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 والله ما عرف يعني بصدي الجمهور هجيب الكلام من إيه ما عجاز إنت بحديث أو والله خالص ممكن أن يكون في ناس كانت فرحانة بس أنا ما عرفش ما عرفش نية الناس إيه ما فيش حد كده لا مش حد تتكلم خالص لا لكن هو أكيد في ناس أكيد فرحانة بسيطة من إيه ده ليه مش عارف الله أعلم يعني ما عرفش اللي بعد هو كابتن علاء كنا عايزين نعرف إيه سر التفاهم ما بين حضرتك وما بين كابتن مصطفى عبدو أحدى سؤال ده مش تتكلم مش هلا أقولي علاء أود وش أنه أتكلم سؤال ده لا 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 أنا اللي ما أتكلم بس وجامل أعايز أقولي أن أكتر الفتحات الممتعة لك كنت بلعب فيها موجود محضرتك والله لا ده أنا الأكثر والله لا والله لا طبعا هو التفاهم ده أنا بقولك أنا بالنسبالي والأعوز بالكلمة أنا أنا كان في محطات كتيرة في حياتي أنت وخلق جدالة ومحسن صالح من أهم المحطات ليه في الكرة المسلسة خلق جدالة ده كمان اللعب جنبه كمتعة لا تجمع فترة حاجة جميلة كنت خلق جدالة لكن السؤال أني طبعا من كتر اللعب مع حضرتك والتمرين على طول مع بعض وحضرتك لازم نستعرف حاجة مهمة جدا يا جماعة أكتر ناس اللي كان بتتكلم معايا خلال التدريب وخلال قبل الماتشات كابتا مصطفى عبدو كابتا محمود الخطيب دايما كان يتكلم معايا ودايما خلاص احنا وصلنا مرحلة في الأول كان فيه كلام عشان أعرف حضرتك هتجري إمتى هتروح إمتى ههعمل إيه لازم كان فيه كلام بني لكن احنا جينا في فترة خلاص مفيش كلام أنا عارف هلعب بكرة إمتى كابتا مصطفى كابتا مصطفى عارف هتجري إمتى هيروح إمتى هستنى إمتى أنا بقول له حضرتك يعني إن شاء الله فيه هدف الأهل والسجارة 3-0 في أبطورة أفريقيا أيها ده يلخص كاملنا بقوله ده إن شاء الله إن شاء الله هدف حلو أهو لكن طبعا التفاهم اللي أنا فرحان بيه طبعا والله بجد وحياة ربنا إن أنا كنت فيه من الأيام زميل حضرتك أنت فاكر الماتشات ماتش القادسية طبعا كويت في الكويت سنة 82 كنا أول فرحة تروح الكويت طبعا بعد المقاطعة العربية فاكر الماتش نا طبعا طبعا كسبنا 2-0 وفاكر منتخب مصر مع منتخب الكويت قبل 86 كانت كنا على ذكرياتك بقى في كتير طبعا طبعا خلص كامتها 3 ده 2-2 2-2 2-2 والماتش بتاع قدسيها كسبنا 2-0 كسبنا 2-0 طبعا أنا أقولي حضرتك حاجة بقى قولي بقى ما أنا عادل في تطلع لجوايا لا لا مش لجوايا دهي الزكرة حلو احنا كنا لعبنا لعبنا النادي الأهلي كويس لعبنا منتخب مصر لعبنا النادي الأهلي فكنا في الكويت وكت أنا مع النادي الأهلي وكت خلصنا المباراة وكانت لعبت لعبت في نفس الأسبوع ده كده كان المنتخب جي أنا روحت لعبتنا على المنتخب تاني وكنا مغلوبين 2-0 وانزلنا شهور تاني عادلنا 2-2 مظبوط دي حقيقة احنا كده الفقر بتاعت حقيقة الجماهير أتمنى أن يكون على رد على الأسئلة بتاعت الجماهير بعد أنه كنت عاوز ده أسئلة حامية شوية لا أسئلة أسئلة بصة كفتون الصفا دول جمهيري نادي الأهلي جمهيري نادي الأهلي حاجة جميلة حتى في أسئلة لزيزة كده نجيب لكل حاجات سوح مشوية ما يفيش كده كويس أو طي